التقى المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضر موت الدكتور سالم باجابر بمكتبه بالمكلة مستشار أول مؤسسة فيرين كلين كوفي للتعليم الشرق الأوسط المدربة البحرينية الأستاذ هدى الخواجة ووفد مؤسسة حاضنة بناء لرياضة الأعمال وخلال اللقاء أكد المدير العام الدكتور باجابر سعي المكتب لخلق شراكات مع مختلف الجهات الداعمة بهدف تعزيز قدرات طلاب المعاهد وإعطاء مساحة كبيرة للمهارات الحيتية نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها التعليم الفني والتدريب المهني في تغذية سوق العمل وتحدثت المستشارة البحرينية هدى الخواجة عن اهتمام المؤسسة بالتعليم الفني والتدريب المهني وتنمية المهارات العملية والعلمية للطلاب وتمكنهم من اكتساب المعرفة والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل مؤكدة على دور مؤسسة فرينكلين كوفي للتعليم الشرق الأوسط على وضع برامج خاصة لمؤسسات التعليم الفني باليمن بما يسن في صناعة الكادر البشري الفني اليمني الذي يجب أن يكون قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر